السلام عليكم. احنا في المحاضرة الرابعة للوقتي. هنبدأ نتكلم عن سرينجز في السي. ماشي نرجع شوية كده. احنا عملنا ايه? احنا عرفنا الاريز اخر مره. اه الاريز بتتخزن في المامري بتاعتنا كأنها بلوكس كده قلنا كأنها سنديق صغيرة. كل اه صندوق فيهم اللي هو كل سل لها عنوان اللي احنا قلنا الستيكر اللي فوق الصندوق. طيب. اه الاريبل بتاعنا ان احنا بنحط اه كل صندوق بتاعنا بي يحتوي على احنا قلنا الصندوق. كل صندوق في الاريي في حاجتين. فيه وفيه جواه قيمة. تمام كده? اوكي? طيب. عندنا طريقتين نخزن الاريبل لنس strings. اه ان احنا يا اما بنحدد اللنس من الاول زي البايسون والجوفا. يا اما دي لميتد زي السي. string declaration بيتعمل ازاي? ان احنا بنحط مجموعة من السلز مجموعة من السنة دي. وكل صندوق منهم بيحتوي على كاركتر معين. والادرس بيبقى الادرس بتاع المجموعة بتاع السترينج دي زي ما بكلمنا على البوينتر كده بيبقى الادرس ده مكان اول صندوق. تمام كده? اه ده يعني نفتح اقواس خمسة. ده بيحدد عدد السلز اللي موجودة في الاري بخمسة سلز او خمس سنة دي. اوكي? تمام. طيب. اول مكان بيبقى اه هنا عندي الفين. بفضل اعد في السنة دي لغاية لما اوصل لاخر مكان حسب ما تكلمنا قبل كده على حكاة الادرس دي لها الستيكرز اللي على السنة دي. طيب. في حاجة مهمة جدا بالنسبة للكاركتر اريز او كاركتر سترينج ان الكاركتر سترينج هو بس الكاركتر سترينج لازم يكون فيه ترميناتنج كاركتر. لازم يخلص بباكسلاش زيرو. اوكي? عشان اقدر استخدم الفونكشنز المختلفة في السي زي السكان اف والبرينت اف. عشان يقدر يتعامل مع الكاركتر سترينج لازم يكون اخره باكسلاش زيرو. اوكي? بتاعتب بطريقتين. اول بطريقة ان انا احدد الطول بتاعه جوه او ان انا احدد للنس معين وبالطريقة دي بعد كده احدد الطول. اوكي? تمام. يبقى احنا هدلوقتي عندنا احطدنا المكسمم لانسب خمسة بالطريقة دي او بالطريقة دي ونبدأ نشوف الاري بتاعنا. طيب. اه بالنسبة للسترينج بتاعنا. الانبود والاوت بتاعه ازاي? زي ما احنا عارفين من الاول سكان اف وبرينت اف وبعرف الاسترينج واحد والاسترينج اتنين اهم. وبعمل ريترن زيرو وعايز يخلص. زي ما كنا نشتغل في ايه? قبل كده. طيب. نجوف بقى حكاية ان هو لازم ينتهي باكسلاش زيرو. او اسمها نال. ماشي? نال بس بسنجل ال مش باتنين ال. طيب. انا عرفت اه كاركتر سترينج طوله خمسة. وحطيت جواه الاسم ده. مي. اوكي? ده عبر عن كم حرف تلاتة. فهو هيخزن ام اي واي. وهياخد بوكس او صندوق رابع يحط فيه الباك سلاش زيرو بتاعته. يبقى هو القري بتاعي من الخامس سنا دي اخد كام? اخد اربعة. تمام? يبقى ده الشكل بتاعنا اهو. تمام? طيب. طريقة التانية ان انا مش بحط طول واقول له نيم بفتح اقوى سكويرد واقول ايكوال ماي. هو هيعمل ايه? هيتصرف ازاي دلوقتي? هيعرف بتاعه ان هو طوله. التلاتة دول زائد الباك سلاش زيرو بتاعه هيبقى طوله. بدل الخمسة اللي انا كنت معرفها المرة اللي فاتت هيبقى طوله كام? هيبقى طوله اربعة على طول. اوكي? ده اللي احنا شايفينه هنا. هيعرف اللينس بتاع السترينج اللي انا دخلته زائد وان اللي هي يحط فيها الباك سلاش زيرو. هقول له ان انا اه اس تريكس name equal m print name كل ده هيوافق عليه. اوكي? ان هي انا عندي هنا ممكن اغير اه اول مكان في البوكسز بتاعتي انا هنا غيرت اول مكان نحنا قلنا الوينتر بيشبع اول مكان. فانا غيرت اول مكان بدل ام كابيتل هغير وسميه ام سمور. اوكي? تمام? واقدر اعمل برينت اف للنيم. كل دي اوامر. هيوافق عليها. ماشي? طيب. اقدر اعمل نيم بلاس بلاس. لا ما اقدرش اعمل كده في الحالة اللي عندي هنا بتاعة الكاركتر سترينج. تمام? اوكي? تمام. طيب. احنا هنا عرفناه الشكل ازاي? عرفنا كاركتر سترينج. طيب. لو جيت عرفت. الريزلت بتاعتي. لو حاولت اعمل اي تغيير في الاري ده اللي انا معرفه. هيديني اندفاين. يعني ما اقدرش اعمل تساوي ام. ما اقدرش اعدل في الام كابيتل اخليها ام سمور. اوكي? بس اقدر اعمل نيم بلاس بلاس عادي. ان انا معرفه هنا كبوينتر. فهيبدأ يتحرك من مكان لمكان كأنه بوينتر عادي خالص. ده الفرق بين دي. ديكليريشن 2. وديكليريشن 3. ديكليريشن 4. اقدر اعرف كاركتر سترينج عبارة عن اسم. واخواس مفتوحة وبس. لا. ماشي? ده هيعمل لي ارور ان السايز بتاعي ميسنجي. بقى ما اقدرش اعرفه بالشكل ده. ازاي? انا السايز بتاع الكاركتر سترينج بتاعي انا عرفت الطور. ماشي? الكاركتر عند بوزيشن معين. هبارة عن الاسم اللي سترينج والاندكس. كني بتعامل مع اري او ماتريكس بالضغط. الفرست كاركتر هو الاندكس زيرو زي ما احنا قلنا بتاع البوينتر. اوكي? هو اول صندوق. تمام? طيب. هاجي اشوف اجزامبل تاني. انا هعرف كاركتر سترينج اسمه نيم. وطوله تمانية. وهحط فيه اسم اللي هو طاها. وهعرف اي بتسوي اتنين. هاجي اسأله الكاركتر ات اندكس 2 عبار عن اي? هقوله كاركتر ات اندكس دي از كزا. وهعرف جديد ان هي الاي والنام اف اي. يبقى كاركتر ات اندكس 2 از هيطلع لي الحرف الموجود. اندكس 2 اللي هو ده? ولا ده? لا هو ده. عشان انا بعد زيرو واحد اتنين. يبقى اتش هو عند الاندكس 2. وهيطبع لي النام في الاخر اللي هو طاها. طيب. انا هنا غيرت النام بتاعي خليته اه جون. اوكي? وبعدين اه هعمل ايه? هقول نيم عند اتنين بيساوي اتش. غيرت من ال اتش اه كابيتل من ال اتش سمول ل اتش كابيتل. اوكي? المفروض اندكس اطبع جون بس جون بكابيتل اتش. ايه اللي ممكن اتعامل معيها? ايه الحاجات اللي اقدر اعملها? زي ما في حاجات ماسيماتكس اقدر اعملها على الماتريسيز والاريز. في حاجات اقدر اعملها على كاركتر سترينجز. زي ايه? اول حاجة عشان تستخدم اي من دول لازم تعمل بتاعتي بتاعتي. ايه بتاعتي? اسايمنت لاي سترينج كوبي. كونكاتي نيشن لاي سترينج كات. كونكاتي نيشن يعني الزق حاجتين في بعض. زي ما هما بالزبط بس حطهم جنبه بعض. كونباريزن انت بكورن حاجة بحاجة وهنشوف ازاي دلوقتي. وسترينج لانس. اوكي? في حاجات تانية كتير بس احنا نخليها نركز بدون بس. كلهم ما اقدرش استخدمهم الا لو انا حاطت النل ترميناشن اللي هو ال backslash زي. طيب. نبص على الحاجة اللي عندنا هنا. انا عرفت الطول بتاعي بتاعي الماكسيمم لانس عبور عن مية. عرفت two strings one و two. قلت هعمل string copy. ده اللي بيعمل assignment. يعني يا assignment يعني بيحط لي الكلام جوه اللي string بتاعي. عملت string copy لكلمة hello world جوه اللي string الاولاني. وبعدين عملت string copy للي جوه string one inside string two. طيب. قبل ما اعمل الكوبي كان جوه هم ايه? ولا حاجة. بعد ما نفست الكلام ده. اوكي? ايه اللي حصل? string one و string two بقى الاتنين جوه هم كلمة hello word تقنقلت جوه. تمام? انا دلوقتي اه نشوف اكزامبلز المستيكس المختلفة برضو. انا عندي character name عرفت string one و string two. الاتنين طولهم خمسة. اوكي? بس واحد فيهم ماي واحد طاها. اوكي? واحد فيهم طوله اربعة واحد فيهم طوله خمسة. هل اقدر اعمل name two يساوي name one? اعمل assignment الاتنين لبعض? لا. اوكي? يديني ارر. تمام? اوكي? انا دلوقتي عرفت character string. اوكي? من غير طول. وقلت ان انا حط جوه مايه? يبقى طوله ايه ده بقى? بقى طوله اربعة. ام اي واي بقى سلاش زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب. هعمل string copy لطاها جوه النام. هل هينفع? ايه اللي هينفع? انا دلوقتي طاها ده طوله اربعة من غير ال backslash zero. يبقى ده مش هينفع الكلام ده. اوكي? طيب. انا اقدر يعمل الكلام ده? عن طريق ال pointers. لو انا عملت تعريف declaration number two. لو انا عرفت string character بال pointers. name one عن طريق ال pointer. و name two عن طريق ال pointer اللي هي declaration type two. اقدر سويهم ببعض. هتمشي هتمشي. بس ايه اللي هيحصل? ان هيحصل لي loss of data. هياخد على قد ما هياخد يسويهم ببعض والباقة هيرميه. فيحصل لي loss of data. اوكي? ده اللي هيحصل هنا. تمام? نرجع لل string operations بتاعتنا. احنا قلنا ان الكوبي دي بتعمل ايه? بتحط اللي ناحية اليمين بالشمال. يبقى string one هيتحط جواها good boy. و string two هيتحط جواها cruel. تمام كده? طيب. اللي هيحصل بعد كده? هستخدم حاجة اسمها concatenation. concatenation يعني انزق الكلام في بعض. هيعمل ايه? string cat. هيلزق string one في string two. هيحطهم جنب بعض. اوكي? يبقى. هيحط good boy. هيحط جنبها cruel. وبعدين هيعمل concatenation تاني. وهيحط جنب good boy و cruel الاول اللي بقت جوا string one. هيحط كمان. طيب. بعدين هيعمل ايه كمان? هيحط جنب good boy cruel cruel. هيلزق فيها world. كل ده. string two ثابت زي ما هو ما حصلوش ايه تغيير. هو هو زي ما هو cruel. خلاص? يبقى. كونكاتينات بتلزق اللي موجود ناحية اليمين في الشمال. بتلزق number two في number one. مين اللي بتغير? number one. number two always constant. اوكي? طيب نشوف example تانية. على اللي هي الكمباريزن. انا دلوقتي هحط كلمة apple جوه string one. وكلمة واكس جوه string two. وهده اعمل comparison. بقول له ايه? لو string comparison between one و two اقل من الزيرو. اتبع string one string two. else اتبع two وبعدين one. يعني مرهد بعد الاول مرهد بعد الاول. طيب. ايه الحاجة الغريبة دي? هي الكمباريزن دي بتطلع ايه? الكمباريزن دي بتطلع حاجة من تلاتة. negative لو الاول اصغر من التاني. zero لو الاتنين قد بعض. positive لو الاول اكبر من التاني. اوكي؟ يبقى هتطلعلي حاجة من تلاتة. يأما negative لو الاولاني اصغر. لع الشمال اصغر. zero لو الاتنين قد بعض. positive لو اللي على الشمال اللي هو الاول اكبر من رقم اتنين. تمام? اكبر في ايه واصغر في ايه? هنا نبص كده انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. دول خمسة. ودول كانت تلاتة. يبقى مين فيهم اكبر؟ سترينج وان اكبر من سترينج تو. طيب. يبقى هتطبع لي مين فيهم الاول? انا عندي اطلع ان هو سترينج وان اكبر من سترينج تو. يبقى النتيجة دي هتطلع اكبر من الزير ويبقى هتطبع التول الاول اللي هي الابل وبعدين الواكس. تمام? طيب. من الكومن مستيك برضو ان انا اقول ان هو سترينج وان اصغر من سترينج تو ماينفعش او سترينج وان بيسوي سترينج تو او ده اكبر من ده ماينفعش. لازم استخدم كومباريزن عشان اطلع النتائج بتاعتي. ماشي? هنا بترجع لي زيرو لو سترينج كومباريزن بتطلع لي زيرو لو السترينجز اد بعضها زي ما احنا قلنا مش بوليان. بوليان يعني ايه? يعني true او false. احنا قلنا دي مش بوليان. مش بوليان يعني ايه? بتطلع لي. نيجيتف زيرو وان. بوليان يعني واحد او صفر بس. اوكي? طيب. اه اه واحدة من الاوبريشنز التانية اللي هي لانس. الطول. انا حطت كلمة قابل جوه. سترينج وان. وبقول له احسب لي سترينج لانس بتاع سترينج وان. وصايز بتاع السترينج. تمام? ايه الفرق بينهم? ده مفروض سترينج وان. سترينج لانس بتحسيب لي عدد الحروف اللي قبل باك سلاش زيرو. ان احنا قلنا ان دي سترينج وبريشن. يبقى بتتأثر بالباك سلاش زيرو. اوكي? تمام. يبقى هتحسيب لي عدد الحروف. ابل فيها كام? واحد. اثنين. اثنين. اربعة. اربعة. خمسة. من غير باك سلاش زيرو او من غير باك سلاش زيرو. طيب. عبارة عن ايه? ده الطول اللي انا حجزه للسترينج. انا حاجز كم مكان هنا? حاجز مية. اوكي? فهيطلع لي هنا خمسة وهنا مية. تمام? السترينج دول بارامترز زي بارامترز العادية خلص. اوكي? بتعامل معاهم كأنهم آآ 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 بس جواها آآ عملت فانشن. اوكي. هنا. آآ آآ ويد جريت كاراكتر. موينتر نيم. اوكي. كونكاتينيت نيم. زي ما احنا شفنا في الاكزامبل الاولانية. الجزء الاول بيحصل له ايه? ناحية الشمال. بيتغير. كل ما ازق في حاجة بتزيد عليه. الشمال بيتغير واليمين ثابت. اوكي? فده اللي هيحصل. كل ما هزود عليه حاجة او اعمله لحاجة الحاجة دي هتزيد عليه والاصل هيتغير. اوكي? تمام? هيبقى الجديد هيبقى طاها ويحط في الاخر. بما اني عملت للجزء ده. تمام? وده اللي هيتطبع عندي. خلاص? بالنسبة لسكان اف ما بحطش امبرسنت. اوكي? بالنسبة لسكان اف بالنسبة لسترنجز ما بحطش امبرسنت هو بيعرف يتعامل معاها عشان مين موجودة? النول او الباكسلاج زيرو. اوكي? هنا دي مراجعة بسيطة على الاريز وانهي البيشاور على اول مكان في الا او في الماتريكس بتاعتي. اوكي? وان انا ساعة لما بزود يبقى انا بنقل على المكان اللي بعديه او الصندوق اللي بعديه. زودت تلاتة اربعة يبقى انا قلت تلات اربعة اماكن في السنديق اللي عندي في الاريز. مراجعة برضو على بتاعنا. بتاعنا. ان انا بحسب طول بتاعي. اوكي? ماشي? اقدر اعمل عليه اوبوليشنز او اقدر اعمل عليه اوبوليشنز انه كل مرة ازود عليه واحد بما انه طول هيبدأ يتحسب معايا عادي. اوكي? نتكلم على حاجة كمان ازاي انا لو عندي سترينج اعمله سبليتنج. اسمها سترينج توك او توكونايزنج اوكي? توكونايزنج انا بعمله توكنز او ان انا بعمل حاجة اسمها الديليمتر. تمام? انا دلوقتي عرفت سترينج طوله وتمانين وكتبت فيه الكلام ده. this is my this is www.me.com اه تلاتة سلاش كده ويب سايت. ده الكلام اللي انا كتبته. طيب. هعرف حاجة اسمها الديليمتر. الديليمتر ده بقوله ايه? بقوله لما تلاقي الحاجة دي اقطع. اوكي? ماشي? كأنك مسلا عندك اماشة طويلة. اوكي? وفيه اه متعلمة بخطوط مقطعة فاكرين وانتو صغيرين كده لما كان بيبقى فيه ورق. وبيقولك قص هنا بيبقى عامل زي شرط صغير. ده نفس الكلام. بيقولك لما تلاقي الحاجة دي قص. ماشي? ده نفس الكلام. بحدد. ايه اللي اللي انا عايزة قصه? وايه اللي قص لما لقيه. اوكي? وهو ده اللي انا هعمله. هنا نتيجة بتاعتي ان انا قصيت لما لقيت الشرط دي. فعمل ايه? اهو كتب. this is www.me.com website. shall اللي هم ايه? بتاعتي. خلاص? تمام. ده برنامت برضو نعم بصوا عليه وشوفوا هل في مشاكل ولا ما فيهوش. غالبا ان شاء الله ما فيهوش مشاكل. اوكي? وبسيط جدا. ده السمري بتاع اللي احنا اتكلمنا عليها. آآ. وهي كل اللي احنا اتكلمنا عليها معوجودة بالنسبة للايبري بتاعت. اوكي? هنا هتلاقي جزء بسيط على البايسون. احنا في بتاعنا مش يعني مش هنركز على بايسون خالص ده مجرد للمقارنة لو حد فيكوا يعرف بايسون وعايز يقارن ايه اللي بيحصل بين بايسون وبين السنة